السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا قبل أيام تم الإعلان عن عودة أسطورة الكيكبوكسين والفنون القتالي المختلطة الهولندي أليستر أوفريم إلى الكيكبوكسين لبطولة غلوري بالطبط وتعلمون ما يعني هذا أليستر أوفريم الإسم الثقيل في عالم الرياضات القتالية مشهور ذا الجماهير العربية خاصة الجماهير المغربية نظرا لارتباط تاريخه بفترة كانت بينه وبينه أو سطورة المغرب بدر هاري مواجهات شريسة فهل نرى مواجهة ثالثة بين بدر وأوفريم في غلوري مجددا سنجيب عن هذا التساؤل تابعونا لكن فضلا قبل البدء اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك ضعوا أعجابكم بالمقطع لينتشر هذا المحتوى بشكل أكبر إذن بطولة غلوري كيكبوكسين تعلن عن تعاقدها مع أليستر أوفريم واحد من أعظم المقاتلين في التاريخ أوفريم بعد أن أنهى مسيرته ببطولة UFC وتعلمون التاريخ الحافل لهذا المقاتل منذ بدايته هو مقاتل شارك في أغلب البطولات العالمية بل شارك في جميع البطولات القوية من ناحية الكيكبوكسين أليستر شارك في إتس شاو تايم الكايوان وغيرها من البطولات في الفنون القتالي المختلطة شارك في البرايد سترايك فورس UFC وبطولات كثيرة عاش في العصر الذهبي للقتال والآن لا يزال مستمرا مع الجيل الجديد ولكن بعد نهاية مسيرته بال UFC لم يعتزل القتال بل توجه مباشرة في تجربة جديدة بالكيكبوكسين ببطولات غلوري أكيد أن جماهير هذا المقاتل لازالت تريد رؤيته يقاتل أوفريم البالغ من العمر 41 سنة رصيده القتالي يجعلك تقف احتراما له 47 انتصارا مقابل 19 هزيمة رصيد كبير جدا يبلغ من الطول 1.94 سنتيمتر بالإضافة إلى ذلك يزن أكثر من 118 كيلوغرام أكثر من 20 سنة وهو يقاتل ماذا بعد قدوم هذا الوحش إلى غلوري؟ أكيد مفاجآت كثيرة ستحدث نعلم أنه في قادم الأيام هناك مواجهات في الوزن الثقيل من بينها عودة الأسطورة بدرهاري في نزال جديد كذلك ريكو فيرهوفن من المفترض أن يتم إعلان عن نزال جديد له فمن سيواجه أوفريم؟ خاصة وأن أوفريم عائد لغلوري ليس للمشاركة فقط وإنما يريد تحقيق لقب الوزن الثقيل حسب رأيي الشخصي المتواضع أظن بأن أوفريم عاد لإنقاذ غلوري والكيك بوكسين من الإنقرار وهذا الأمر سيشارك فيه هو وبدرهاري تذكروا كلامي لماذا قلت هذا؟ لأن الغلوري ستسعى لتنظيم نزال ثالث أو تريولوجي بين أوفريم وبدر حسب تعليقات أغلب الجماهير الذين شاهدوا عودة أوفريم يريدونه ضد بدر في نزال ثالث لأن قصتهما تستحق في لما كاملا النزال الأول بعد أن فاز أوفريم على بدر وبعدها استعد بدر جيدا لمواجهته مرة ثانية وانتقم منه قال له سأسقطك في ثلاث دقائق وذلك ما فعل صراحة عندما تشاهد نزالهما مجددا تشعر بارتفاع الأدرينالين وتتمنى لو يجرى نزال ثالث بينهما نعم بدر أوفريم سيجلب مشاهدات مليونية جماهير الفنون القتالية المختلطة التي تتابع أوفريم الجماهير العالمية العاشقة لبدر هذا النزال سيضاهي الأحداث العملاقة في البطولات الكبرى كيو افسي أنا لو كنت مديرا لغلوري أكيد سأنتظر نزال بدر القادم نتمنى له الفوز فيه إن شاء الله وسأعلن مباشرة عن نزال ثالث بينه وبين أوفريم بعضكم يرى أنني أتحدث فقط لكن يبدو أن الماتش ميكرز أو صانعي النزالات بغلوري قد بدأوا في التفكير بذلك كذلك كل ما ذكرته هذا يؤشر على أمر واحد وهو أن هذا النزال ممكن بنسبة كبيرة جدا أن نشاهده خلال هذه السنة أو بداية السنة المقبلة لا شيء رسمي لحد الآن لكن المنافسة ستشتعل في الوزن الثقيل ببطولة غلوري خاصة بعد تراكم الأسماء الوازنة هناك والأمر الرائع أن أوفريم يستعد بقوة فآخر الصورة نشرها على الأنستغرام تبين مرحلة بدنية قوية جديدة بدأ بالوصول إليها أو بالأحرى يريد استعادة قوته البدنية التي كان يمتلكها في سنوات ماضية من يتابعون أوفريم يتذكرون أيامه كانت بنيته الجسدية مخيفة لكل من يراها وحش حقيقي وعلى سبيل الدعابة فقط لا توجد يصادى بغلوري كما توجد باليوف سي لذلك ربما قد يأخذ راحته من هذا الجانب على غرار بدر هناك أسماء مقترحة لمواجهة أوفريم بغلوري كطاريخ بابز جمال بن صديق ريكو فيرهوفن بن جامين أديك بوي لكن على سبيل ما تريده غلوري وهو الإشهار وتحقيق أموال ضخمة بدر هاري أليستر أوفريم النزال الثالث مواجهة تاريخية نتمنى حدوثها إن شاء الله وللأمانة أوفريم في القتال وقوفا لا زال خطيرا جدا ضرباته ثقيلة للغاية أخبروني في التعليقات إن كنتم متحمسين لهذا النزال بالنسبة للمتابعين الذين يسألون عن آخر أخبار بدر هاري قمنا بحوار حصري مع مدربه المغربي سعيد البداوي سأترك لكم الحوار كاملا في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق فتابعوه قبل نهاية المقطع فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر هذا المحتوى بشكل أكبر كان معكم أمين إلى اللقاء اشتركوا في القناة